انتو اللي تنيني لما حصل انفصال اكيد قعدتوا مع بعض وبدأتوا تفكروا في مستقبلكم احمد فكر يسيب البلد خلص وهيك وراح برا وطبعا انت عارف ان انا بعرف احمد كويس وعارف الحدوتة كلها وراح على انو مرجعش تاني ده ايه انت فكرت ازاي هو الاعتماد على النفس ده كانت اول حاجة اشتغلت شغلانات كتير اشتغلت كذا حاجة ساعتها كنت انت مطالب انت خلص بقى راجل وانبيرت ومحتاج ان انت تبقى معتمد على نفسك بشكل كبير فبدأت اشتغل حتى ورا في الجامعة اشتغلت ايه اشتغلت حاجات كتير يعني اشتغلت مساعد لمدرس انجليش أسيستنت لمدرس انجليش كسون ومستر محمد سعيد لربنا يعني دي له صاحب صاحبي حتى ورايا يعني فرق السن مش كبير قوي اشتغلت مع أسيستنت فترة واشتغلت في شركة حاجة زي ما كانت طباعة كده هي اللي بتعملها يعني يعني مش هقول اسماء اشتغلت فيها فترة اشتغلت في شركة استرادو تطير فترة اشتغلت بس ما حلفنيش الحظ والحمد لله ما حلفنيش الحظ كنت عايز وانا في سن اللي هو التسعتاشر وكده كنت كان نفسي عمل قلنات وحاجة كده بس ما حلفنيش الحظ يعني ان انا الشغل اللي قدر اقول كان الهدف منه انك انت تصرف على نفسك في الفترة دي اه الى حد ما شوية هم والدك والدتك بطلوا يصرفوا عليه مش بطلوا ولا انت واخد موقف لا ولا واخد موقف ولا اي حاجة وجدت فترة طبيعي جدا حصل الانفصال فكون كل واحد في مشاكل بعنافسه بشكل كل واحد مركز في حياته اكتر كل واحد عنده امي عمرها ما اشتغلت انا فكري برضو في امي كتير اابويا ابويا عاطفي شوية فبسبب المشاكل اللي اقع يعني ما كانش نشيط في الفترة دي في الشغل فحصل دروب فكان طبيعي ان انت تتفكر بقى هتأمل ايه نجحت حتى لو ما نجحتش ان انا اعمل فلوس كبيرة يعني كان ايه نفسك ايه طموحك كان ايه ساعتها وانت بتشتغل مثلا في الصيف عشان تده كنت بشتغل في الصيف وش شايته على الفكرة كنت بشتغل الوقت كلية كمان كنت روحك كلية وش شتغل تشتغل كنت روحك كلية وش بروحك كلية احيانا كتير يعني الحاجات دي على فكرة اول ناس اول مرة انا اعرفها على فكرة وده ما يقللش انا يعني الحمد لله احنا اسرة برضو طبعا معروف اصرة كويسة جدا الحمد لله اه وكنا انا و احمد اهلنا دخلونا احسن مدارس في مصر ساعتها اه والدنيا تمام والحمد لله بس بس حصل دروب في السنتين دول او التلاتة دول لكن انت ما عندكش استعداد النهاردة بعد ما اخدت التجربة دي انك انت توري ولادك اللي انت شفته لا بالعكس اوريهم ايه احكي لهم اه اه انما اوريهم اللي انا شفتوا لا مستحيل طبعا مستحيل لا ان شاء الله لأ طبعا طبعا مش عايز الفشل اللي حصل في العلاقة بين الولد وال والدة يتكرر في حياتك انت ومراتك اكيد طبعا اي حاجة انا مريت بيها وانا ظهر انا محبتها مش عايزهم يشوفوها هل انت ومراتك على خطكم وبعد فيها تفاهم رغم انك انت اصبحت فنان بقى وليك معجبين ومعجبات وحاجات زي كانت اه لولا وجود مراتي في حياتي من بداية اول حاجة عملتها اللي هي عرضي خاصة لنا لسه الى حضرتك ما كنتش ابقى قدوم حضرتك دلوقتي